يمكن كان مهم نقول الخبر ده هنروح بقى الخبر السلاح اللي كنت بدأته منذ قليل وهو فيه بطولة كأس عالم للسلاح المبارزة بطولة الجائزة الكبرى للسلاح المبارزة دي كانت مفوط بعد حوالي 36 أو 35 يوم كولومبيا الدولة المنظمة اعتذرت فجأة يبقى فيه اجتماع طر المرتب التنفيذ بالاتحاد الدولي وأسند البطولة لمصر ليه؟ عشان فيه إيمان من هذه الاتحادات الدولية قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرئيسية الكبرى الاتحاد الدولي السلاح طلب من كابتن عامل حسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة استضافة مصر لبطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة بعد انسحاب كولومبيا زي ما قلت لحضركم وقرر مسؤولين الاتحاد الدولي في اجتماع المكتب التنفيذ الطارق إثنها ده البطولة لمصر بشكل سريع بعد اعتذار كولومبيا قبل 36 يوم بس من بداية البطولة وده كان هيعمل أزمة كبيرة لأنها بطولة كبيرة من بطولات الاتحاد الدولي وما ينفعش تتلغي طبعا كبيرة عملنا من حسيني دي صورته هو بيحضر الاحتفالية أو أحد البطولات البطولة المفروضة تتلاقي في الفترة من 29 إبريل والحد واحد مايو اللي جاي بإذن الله الاتحاد الدولي كان أثنى على منشآت مصر الرياضية لأنهم كانوا هنا في مصر من حوالي شهر لما مصر تضافت بطولة كأسة على مسلاح الشيش للرجال وليتلعبت على الصالة الرئيسية بسادة القايرة في الفترة من 25 إلى 27 فبراير اللي فات ودي صور منها وشارك فيها 177 لعب من 36 دولة ده خبر أكيد يسعدنا وده إن دل فبيدل على ثقة كل الاتحادات الدولية في استطاعة وقدرة مصر على تنظيم البطولات حتى وقبل بداية البطولات بوقت قصير الحقيقة ما تدرش أنت لوحت لأي دولة أوروبية نهاردة قلت لها إسنين البطولة دي ليك هتقول لك الوقت داية مش هلها عامل حاجة ولكن مصر دائما تتحدى كل شيء تتحدى الوقت وتتحدى يعني الصعبات النهاردة إن شاء الله بطولة كبيرة زي دي عشان تنظم في مصر الأول مرة الحقيقة ده إنجاز كبير نتمنى إن شاء الله يعني إن هو يخرج بالشكل اللي ليه وخلي بيه أقول لكم حاجة كنت بفكركم أنا يمكن في بداية الحلقة من الاتحادات اللي عاملة شغلة كويس اتحاد السلاح ودائما بحيث بثنا عليهم الكابتن عاملنا من حسين الحقيقة رئيس الاتحاد والأستاذ عاملنا من حسين ومجلس صدرته بالكامل ربنا يوفقهم بيقربوا من مدينة أولومبية كنا مركز خامس في توقيو 2020 في السلاح فردي إحنا عندنا إن شاء الله الفرق كان تامن عندنا إن شاء الله إعداد فترة كويسة بعد أن نتقدم فيها أتصور يا رب لو الدنيا مشت كويس مصر ممكن تتوج مجهودها بمدينة أولومبية وده مش غريب على السلاح المصري